السلام عليكم ما هو الوعي؟ هذا سؤال حير الكثير من الفلاسفة منذ القدم وما زال حتى الآن محل الجدل طويل حتى اعتبر البعض أنه مجرد وهم وهو أيضا محل نقاش بين الفلاسفة وعلماء الأعصاب وحتى علماء البرمج والكمبيوتر الآن مع ظهور الذكاء الصناعي والموضوع له علاقة أيضا بالجدل الفكري والديني والنقاش بين المؤمنين والملاحدة لذلك حتى نفهم الوعي أكثر وحتى نفهم وجهة النظر الإلحادية سأستعرض معكم الآن هذا الكتاب كتاب الوعي مقدما قصير جدا هذه سلسلة بهذا العنوان أصدرتها جامعة أكسفورد وهي تشبه المداخل يعني ما يسمى بالهاندبوك هذا مدخل لتفهم نظرية ما أو قضية ما أو علم ما وهي سلسلة قيمة بالفعل ولكن أيضا معظم ما قرأته من هذه السلاسل إما متعاطف مع قضية يراد أن يشرحها المؤلف مع محاولة طبعا تبني الموضوعية أو يكتب بنفس الحادي مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن فالمؤلفة سوزان بلاك مور هي عالمة نفس وكاتبة حرة ومحاضرة ولها عدة مؤلفات عن هذا الموضوع موضوع الوعي وأنا أيضا رأيت لها مناظرة مع جوردان بيترسون عن موضوع آخر ولكن واضح تبنيها للفكر الحادي المادي بشكل واضح هذه السلسلة ترجمها أيضا مؤسسة هنداوي وهي دار نشر مصرية ويغلب على ظني أن لديها أيضا ميول علمانية على أي حال سنبدأ الآن بمراجعة هذا الكتاب ومحاولة اختصار الموضوع قدر المستطاع تقول الوعي هو من أكثر الأشياء التي يمكننا بحثها وضوحا وأكثرها غموضا في الوقت نفسه يعني لو سألت إنسان عادي غير فيلسوف أو غير مهتم بالفلسفة وسألت ما هو الوعي سيعتبر الموضوع ربما نوع من الترف الفكري أو من الجدل البيزنطي أو السفصطائي لكن لما تخوض في الموضوع بشكل تفصيلي أكثر وهذا ما سنتحدث عنه الآن ستجد الموضوع فعلا فيه الكثير من الجوانب الغامضة تقول الكثير من الفلاسفة والعلماء بدلوا جهودا مضنية على مدى قرنين من الزمن للوصول إلى مفهوم الوعي وهذا الموضوع أيضا أخذ في الازدهار بدء من القرن الـ 21 يعني في العقدين الأخيرين ولكن ما زالت هناك الكثير من النظريات وربما كل ما حاول الإنسان أن يقترب من فهم هذه الظاهرة يجد نفسه أكثر جهلا وخصوصا عندما يستبعد الوحي من نظرية المعرفة مثلا من الأسئلة التي تطرح دائما هنا من قبل الفلاسفة هل ما أراه أنا لون أحمر يراه الآخرون بنفس الطريقة؟ هذا أمر لا يمكن حتى التحقق منه بمعنى أن الإنسان العادي لما عنده عمى ألوان يستطيع أن يميز مثلا بين الأحمر والأسود أو الأحمر أو أي لون آخر لكن هذا لا يعني أن ما يراه هو أحمر هو نفس ما أراه أنا نعم أنا أستطيع أن أميز مثله لكن كيف أستطيع أن أرى بعينه ما يراه هو؟ القضية الفلسفية هنا بحتة وهنا لا نريد أن نصل إلى العدمية وعدم فهم أي شيء ولكن الفكرة أن مفهوم الإنسان للعالم المحيط به بما فيه الألوان والأشياء العادية التي نرها كل يوم وحتى مثلا رائحة أي شيء مربنة نستطيع أن يميز بينه وبين شيء آخر ولكن لا أستطيع أن أشم وأرى وأسمع بنفس الطريقة التي يشعر بها الآخرون لذلك الفلسفة يتحدثون عن تجارب واعية ذاتية يعني هناك واعي ذاتي لكل إنسان وتجربة خاصة به في فهم المحيط وهنا من بداية الكتاب تتحدث المؤلفة عن فكرة أثنائية وهي التي شرحها ديكارت في القرن السابع عشر وهي تمييز بين العقل والدماغ لم يتحدث من منطلق روحاني ديني ولكن كان يعتقد ديكارت أن هناك عقلا غير ممتد لا يحتل حيزا ولا مكانا هو المهتم أو الموكل بالوعي واتصاله بالجانب المادي وهو بالدماغ يكون في الغدة الصنوبرية وتقول أن هذا أيضا لم يحول المشكلة لأن الغدة الصنوبرية أيضا هي كيان مادي ولم تقدم النظرية الديكارتية تفسيرا لسبب وراء كان يتفاعلها مع العالم العقلي المثالي غير المتجسد وبرأيي هذا غير مشكلة نهائيا فكل الأديان التي تؤمن بالأرواح والإسلام منها وأنا أدافع عن هذا المفهوم الآن الروح هي التي تعي وهي التي تتفاعل مع الجسم ولكن ليس فقط في الغدة الصنوبرية أعتقد في كل الغدد وفي مناطق ربما أخرى من الجسم وهي ربما التي تسمى بالشاكرات أيضا ولكن الفلاسفة البوذيون وضعوا لها معنى آخر أو تصور آخر عندما ربطوها بالطاقة الحيوية ولكن أنا أقول أن هذه الروح تتفاعل مع الجسد إما بالغدد أو بالغدد وأيضا مناطق أخرى في الجسم ولكن هناك إشكالية في تفاعل هذه النقاط المتجسدة ماديا مع الروح التي لا نراها تقول هنا أنه بعد الجدل الطويل والمستمر والذي ربما لن ينتهي بين الفلاسفة والعلماء رأى الفيلسوف الأسترالي ديفيد تشالمرز في عام 1994 أن مشكلة الوعي هي إحدى المشاكل الصعبة المشكلة الصعبة ليست يعني أنه من الصعب حلها ولكن الفرق بين المشكلات السهلة والصعبة أن المشكلة السهلة هي التي نعرف كيف نحلها من حيث المبدأ حتى لو لم نكن قد حللناها بعد فما زلنا نبحث ولكن نحن نعرف كيف نسير أما مشكلة الوعي فهي من المشاكل القليلة المصنفة بأنها صعبة والتي لا نعرف حتى الآن كيف ننطلق إليها وكيف نحاول بحث حلها تطني لا توافقه في ذلك ولكن على الأقل هذا رأي بعض العلماء والفلاسفة في هذا العصر حتى تعريف الوعي كما تقول المؤلفة ليس هناك اتفاق على تعريف عام للوعي فهناك مثلا تعريف على أساس كيف يكون الحال لو كنت كذا لو كنت خفاشا أو حيوانا آخر أو إنسانا فكيف سيكون حاله كيف ستفكر في ذاتك بالأصل هل ستفكر في ذاتك لو كنت حيوانا ثم التعريف الذاتي أو الظاهراتي الوعي يعني تجربة ذاتية أو ظاهراتية بمعنى كيف تبدو الأشياء لي في مقابل ما تبدو عليه على نحو الموضوعي يعني مثلا كيف يبدو هذا الكتاب لي لأنا هنا وجهة نظر ذاتية في وعي هذا الكتاب لكن هناك وجود موضوعي لهذا الكتاب مختلف عن فهمي وتفاعلي مع هذا الشيء هناك كما قلنا أيضا التجارب الواعية الذاتية وهي السماعة الذاتية التي يتعذر وصفها للتجربة كما قلت حمرت الشيء ما هو اللون الأحمر كيف أصف اللون الأحمر لإنسان أعمى مثلا لن أستطيع أن أشرح له ما في أي تعريف لهذا الأمر لكن يمكن التعريف بالتمايز هنا فأقول له بالمقارنة هناك شيء أحمر أو شيء أسود هو طبعا بما أنه لم يرى الألوان في حياته فلن يستطيع أن يفهم ذلك تقول المؤلف أيضا إذا كان الوعي عنصرا خارجيا إضافيا فسنسأل عن سبب امتلاك نائية بما أنها غير مؤمنة بما أن العلماء يستثنون وجود الإله من أي تجربة أو من أي وجهة نظر فالموضوع بالنسبة لهم مجرد تساؤلات ويبقى إشكالية فلسفية لكن بما أنها مادية فتقول إن كان الوعي جزءا لا يتجزأ من العمليات الدماغية المعقدة فلا جدوى من السؤال عن سبب تطور الوعي لأن أي كائن تطور بحيث أصبح لديه ذكاء وإدراك حسي وذاكر ومشاعر يكون واعيا أيضا بالضرورة في أن هنا يصبح تعريف الوعي بحد ذاته ما له أي معنى لذلك تقول هنا تبدو فكرة الوعي وهما وهذا ما سينتهي إليه الكتاب وإي وجهة نظر الحادية ستعتبر الوعي وهما لأنها لا تستطيع أن تعرفه أصلا هناك الكثير من الشرح لنظريات أيضا نفسية لا أرى ضرورة لأخوض فيها مثلا وليام جيمس هو مؤسس البراغماتية ومؤسس علم النفس الحديث أيضا في بدايات القرن التاسع عشر كان يتحدث عن تيار الوعي في حياتنا الوعية تبدو كأنها تيار دائم التدفق من الصور والأصوات واللمسات والأفكار والعواطف وعندما نفكر بالأمر على هذا النحو نجده سهلا وبسيطا ولكن عندما نتورط في حيرة عقلية مع مشكلة الوعي نجد أن الموضوع أيضا ما زال إشكاليا ولا نجد حل له تستشهد أيضا بالفيلسوف دانيال دانت هذا يعتبر من فلسان الإلحاد الجديد الأربعة ويعتبر العضو الفلسفي في هذه الجماعة يحاول أن ينظر للإلحاد من داخل الفلسفة وهو أيضا مهتم بقضية الوعي يعتبر أنه ما فيه نقطة مركزية للوعي في الدماغ بمعنى أنه الدماغ مقسم إلى مناطق ومراكز لمعالجة المعلومات وللإحساس مثلا هناك مركز البصر المتصل بالعصب البصري مركز الحس المتصل أيضا بالعصاب القادمة من الأذن وهكذا فكل نقطة في الدماغ تتفاعل مع الوظيفة أو المعلومات التي تدخل إليها حسب ما هو موكل بها هناك مناطق ربما تكون لذاكرة مناطق للتفكير الموضوعي مناطق مخصصة للحواس والمشاعر وهكذا فالدماغ ما فيه وحدة معالجة مركزية كما هو الحال في الكمبيوتر مثلا ولكن كل نقطة في الدماغ لها وظيفة بناء على ذلك هو يرى أن الوعي وهم يعني ما فيه نقطة مركزية في الدماغ التي تتفاعل مع كل هذا في النهاية وتصل إلى وعي فهذا أبسط تفسير في رأيي للإلحاد المادي أنه نعتبر الموضوع كله في النهاية عبارة عن تفاعل مادي مع المواد ولكن مع ذلك نقول هل هذا يحل المشكلة؟ إذا كان كذلك فالكمبيوتر إذن وعي وسنرى لاحقا أن الكمبيوتر لا يعي ذاته إلا إذا اعتبرنا الوعي فعلا وهم كما يزعمون مثلا من النقاط الإشكالية ما يحدث في الدماغ البشري يبدو كأنه يحدث خارج الوعي ولا يمكن للوعي أن يصل إليه فنحن نرى أن الأشجار تتمايل أثناء هبوب الرياح ولكن لا نعي بكل نشاط الكهربي السريع الذي يحدث في القشرة البصرية لذلك نحن نقول هذا يتم في العقل الباطن أو اللاوعي إذن إذا كنا ماديين ما هو العقل الباطن وما هو اللاوعي هذا أمر لا يمكن تفسيره ماديا لذلك تقول المؤلفة هنا يتحدث البعض عن روح خارقة أو ذات غير مادية ولكن طبعا ستتهرب من هذا التفسير لأنه سيصل بنا في النهاية إلى وجود غير مادي وهذا سيكون مشكلة ومعضلة للإلحاب طبعا هناك أيضا الملازمات العصبية للوعي فالألم تجربة خاصة على نحو مثالي لا يمكنني أن أصف ألمي لأحد كما قلنا أيضا لا يمكنني أن أصف اللون الأحمر للأعمى فأيضا هل هذا يعتبر وعي؟ بالنسبة لنا طبعا هذا وعي بالنسبة لمن لا يؤمن بهذا فيسيعتبر الوعي مرة أخرى وهما وستبقى عنده أشكالية ما هو الألم إذن هل هو مجرد إحساس بإشارات عصبية؟ بالنسبة لنا لا هو شيء أعمق من ذلك وسأتحدث عن هذا لاحقا إن شاء الله بالتفصيل تتحدث هنا عن تجربة أجريت على بعض التجارب التي تستخدم الخداع البصري عندما ترى شكلا أو رسما يحتمل المعنيين فتشعر وكأن هناك معنيين أو تفسيرين لهذا الرسم يحاولان التصارع في رأسك هنا عندما حاولوا دراسة الدماغ أثناء النظر ومحاولة معالجة هذه الرسمة فهناك مناطق مختلفة من الدماغ تحاول الفهم فتقول المؤلفة هل بذلك عرفنا المكان الذي يحدث فيه الوعي في الدماغ باعتبار استطعنا أن نرى ما هو المكان الذي يتفاعل مع هذا الشيء وهذا مكان آخر غير المكان الذي يعالج المعلومات البصرية هنا جزء من الدماغ يحاول أن يعي وأن يفهم ما الذي يراه بمعنى أنه يفكر وليس فقط يرى تقول هذا أيضا لم يكن حلا حتى لو رأى بعض العلماء أن هذه الخلايا الدماغية هي التي تنتج التجارب الواعية الذاتية بخلاف الخلايا الدماغية الأخرى وهنا يتحدث فرانسيس كريك عالم الفيسيولوجيا الحائز على جائزة نوبل يقول لسنا واعين بعملية المعالجة في مناطق الإحساس الأولية بل واعون فقط بالنتائج اللاحقة لتلك المعالجة كلام سليم وهذا سيعيدنا إلى النقطة الأساسية إلى نقطة الصفر ما زلنا لا نفهم ما الذي يعي هناك مناطق من الدماغ تتحرك أثناء الوعي فهل هذه الخلايا هي الواعية أم هناك بعد روحي هو الذي يعي وأنا أرى النتائج النهائية ما يحدث لاحقا أراه وأرصده في خلايا الدماغ ذلك تقول المؤلفة المشكلة الأساسية تبقى كما هي نحن ليست لدينا أي فكرة عما يعنيه القول بأن بعض الخلايا العصابية هي التي تنتج التجارب الذاتية فإذن حتى المادي سيجد هذه الإشكالية ولن يعتبر أنها حلا تتحدث عن تجارب أجريت على الأدمغة التالفة هناك من يصاب بجلطات هناك أنواع مختلفة لن أخوض فيها تفاصيل طبية في النهاية يرى البعض نصف الشيء مثلا عندما تقدم له صحن من الطعام يأكل نصف ما ونصف الآخر لا يراه أصلا وليس أعمى ولكن يسمى بالعمل نصفي وعندما يطلب منهم مثلا أن يرسموا شخصا يرسمون نصف وجهه فقط فعلا هم لا يرون إلا نصفه فهنا تريد أن تستنتج المؤلفة إذا كان هناك ذات واعية أعلى فالمفروض أنه ما تتأثر بالدماغ الذي صار فيه تلف لتقول في النهاية أنه ما في روح وطبعا هذا ليس جوابا هذا لا ينفي ما نتحدث عنه أنا أقول ما في داعي لكل هذه التجارب عندما نتحدث عن مجنون بشكل عام المجنون لا يعي شيئا أو عنده مشكلة كبيرة في الوعي لكن هذا لا يعني بالنسبة لي نفي وجود الروح أنا أقول أن الروح لو جردت عن هذا الجسد القاصر والمحدود ستعي أكثر بكثير وهذا ما سيحدث في الآخرة وأيضا هذه الروح نحن نؤمن كانت موجودة في عالم الذر وكانت تعي شيئا ربما أكبر بكثير مما نرىه ونعيه الآن لكن عندما ارتبطت وحلت بهذا الجسد صار وعيها وذاكرتها قاصرة ومحددة بحدود هذا الجسد وبحدود هذه الأدمغ التي في رؤوسنا وحتى القلوب أيضا لها شيء من الوعي ولكن في الآخرة وحتى في البرزخ بعد فراق هذا الجسد ستعي شيئا آخر فإذا نحن محددون الآن بعالمنا بعالم هذا الجسد وبحدوده القاصرة المحددة جدا فالمجنون لن يعي كثيرا ولكن لما تصعد روحه ويموت سيعي أكثر بل سيصبح مثلنا كما سنكون نحن أيضا في عالم البرزخ بنفس درجة الوعي خلاصة الكلام نحن نعي بطريقتين أو بأداتين الروح والدماغ ومدام الروح متصل بهذا الجسد فالوعي سيبقى محدودا بحدود هذه الدنيا تعود المؤلف أيضا لشرح نظريات الوعي وأنها ما زالت إشكالية وتعود إلى نظرية أو فكرة الثنائية كما قلنا في البداية عند ديكارت وتقول ما زالت هذه النظرية جذابة وأن الكثير من الفلاسفة والعلماء المعاصرين ما زالوا يتبنونها مثل بوبر وإيكلز كارل بوبر هو من أهم فلاسفة العلم في هذا العصر فمن سبعين نات القرن العشرين قال بوجود عقل غير مادي واعي بذاته منفصلة عن الدماغ المادي غير الواعي وهذا العقل قادر على التأثير على الدماغ التابع له من خلال تفاعلات دقيقة التوازن عبر مليارات الوصلات بين الخلايا العصبية وهذا ما أؤمن أنا به وأقول أنه هو الروح ولكن تقول هذه النظرية لا تقدم أي تفسير لكيفية حدوث التجربة الذاتية وتقول هذا لا يمكن أن يكون مرضيا إلا عن طريق السحر أنا أقول عن طريق الإيمان وليس السحر ما زال يقدم تفسيرا بل هو الذي يقدم التفسير الكامل وبدون أي إشكاليات أما النظريات المعتمدة على علم الفيزياء الحديث فتتخذ نهجا آخر بعضها يشبه السلوك المميز اللامكاني للوقت الموجود في فيزياء الكام بتأثيرات مماثلة في الوعي وبعضها يعتمد على الفكرة المثيرة للجدل التي ترى أن الملاحظ الوعي مطلوب لشرح انهيار الدالة الموجية في ميكانيكا الكامل هناك أيضا مفهوم مسرح الوعي فعندما تشاهدني أو تسمعني الآن فأمامك مسرح أنا أكون موجود فيه فأنت تتفاعل مع أجزاء معينة من هذا الوجود المحيط بك الآن ولكن في نفس الوقت هناك أشياء محيطة بك في هذه الغرفة أو في السيارة أو في أي مكان تسمعني فيه الآن أشياء لا تعطيها الانتباه فهي ليست في مسرح وعيك لكن لو أنا نبهتك الآن إلى الساعة التي تدق مثلا بالقرب منك أو إلى أي شيء الآن قريب منك وله صوت فالآن ستنتبه أن هناك نعم هناك مصدر آخر للصوت وهناك أشياء أخرى يمكن أن ترها من غير أن تحول بصرك عني الآن فمسرح الوعي أنت تتحكم فيه بطريقة غير واعية بنفس الوقت فتقول المؤلفة هنا دنت أحد فرسان الإلحاد الجديد كما قلنا يتحدث عن عمليات دماغية تضاعف التوصيفات المتوازية للعالم طوال الوقت التي لا يوجد منها ما هو داخل دائرة الوعي وخارجها وعندما يتم استكشاف النظام بطريقة معينة مثلا أنا أحرضك هنا بسؤالي لك عن ما أنت تعيه الآن فأجعلك تستجيب لمؤثر ما فهذا يحدد لك ما أنت تعيه الآن ثم هنا تستشهد مرة أخرى بدنت أحد فرسان الإلحاد الذي يرفض فكرة المسرح وبصراحة قرأت شرحه أكثر من مرة ولم أفهم ما الذي يريد أن يقوله فكأنه يعتبر يعني أن العمليات الدماغية تستمر بشكل تلقائي لوحدها وهي التي تحدد ما يكون داخل دائرة الوعي أو خارجها وربما يقصد عندما أنا أنبهك إلى وجود الساعة التي بجانبك هنا أنت تنتبه ولكنها ما زالت من البداية داخل دائرة الوعي فكأنه لا يعتبر وجود دائرة للوعي هي منجر التنبيه ولكن المؤلفة تقول لهذا مخالف للبديهة بشدة فنحن فعلا نعي أشياء معينة في وقت معين وأشياء أخرى لا نعيها إلا عندما نريد أن نعيها أو نتنبه إليها لذلك تقول يعني الفلاسفة تهم دانيت بإنهاء لغز تلك الظاهرة بنفي وجودها تماما وتقول أيضا أنا أختلف مع دانيت فمن الواضح أن هناك شيء أن نسميه الوعي وهذا الشيء يحتاج إلى تفسير هي نفسها مادية الحادية ولكن ترى أن الوعي موجود حتى لو كانت ستقول في نهاية الكتاب أنه وهم وهنا ننتقل للفصل الرابع وتسميه وهم كبير يعني تعترف أن الوعي موجود ولكنه وهم وحتى نفهم قصدها هنا فتقول الوهم بحسب تعريف قاموس ويبستر الوهم ليس شيئا غير موجود وإنما شيء موجود ولكن ليس كما يبدو لنا إذن هي تعترف كما قلنا بوجود الوعي ولكن وجوده ما زال غامضا فإذن ربما سيبقى غامضا حسب مفهومها ولن يمكن أن نفهمه لأنه بطبيعته وهم تستشهد هنا بالوهم البصري مثلا أن تترى شيء فيبدو لك بشكل ما ولكنه في واقعه شيء آخر تتحدث هنا عن رسائل تحت الوعي التي تسمى بسبليمينال مسجز بعض الوسائل التسويقية والتي حتى الآن محل خلاف وجدل لا أدل إن كان سيحسن يوما ما بمعنى أن هناك بعض المسوقين يضعوا رسائل لا تراها بعينك لأنها سريعة جدا في أفلام وعينة مكتوبة كتابة مثلا كل كذا أو اشرب كذا ويقولون أنه اللاوعي ينتبه لها ولكن الوعي لا يراها وفي النتيجة أنت ستتفاعل معها وتشتري الأشياء التي سوقوها لك ولكن هناك من يقول أن هذا كل وهم وأنه ما في دراسات موضوعية تؤكد وجود هذه التأثيرات النفسية وهي نفسها تقول مع أن هذا أيضا مجرد خداع ولكن تقول بعد ذلك أن هناك فعلا دراسات أكدت تأثير ولو قليل على النفس في دفعها إلى تبني شيئ ما تحدثت أيضا في فصل آخر عن الذات قضية أيضا إشكالية ما هي الذات وهي مثل قضية الوعي لو فكرت فيها بشكل بداي بشكل بسيط كما يفكر فيها الإنسان العامي يعني قضية لا تستحق حتى النظر أنا أعرف أني موجود فأنا أعي ذاتي ولكن ما هي الذات من أنت أنت هذا الجسد أم أنت روح طبعا كماديين لا يؤمنون بالروح فإذن عندهم مشكلة أكبر مشكلة غير قابلة للحل فحتى نفهم أكثر هنا تتحدث عن نظرية الحزمة التي تقول أن ذاتك عبارة عن هذه الخلايا فقط وما يتعلق بذكرياتك وبعيك لذاتك موجود في كل خلاياك فحتى تحل هذه الإشكالية لنفترض أنه تم اختراع آلة الانتقال الآن في المكان طبعا هي خيال علمي بمعنى أنك تدخل في غرفة فتحلل وتفكك كل الخلايا وتنقل معلوماتيا إلى مكان آخر ويعاد تركيب هذه الخلايا ويرتب بنفس الطريقة فييعاد تشكيلك وهنا تنتقل من كوكب إلى آخر بهذه الطريقة فتقول لو أنت فعلا تؤمن بنظرية الحزمة يعني باختصار وأنت مادي لا تؤمن بوجود الروح ووجدت هذه الآلة لنفترض فرضا هذا موجود هل ستدخل في هذه الآلة وأنت تعرف بالتجربة المسبقة على أشياء مادية أخرى على هذا الكتاب مثلا أن هذه التجربة نجحت تم تفكيك كل ذراته وأعيد ترتيبها في مكان آخر فعاد إلينا الكتاب كما هو فأنت هل تقبل بأن نمارس هذه التجربة عليك هي نفسها لا تجيب ولا تقول هل هي فعلا ستفعل ذلك بنفسها ولكن تقول إذا كنت سترفض الضغط على الزر لأنك تخاف من أنك ستتلاشى وتختفي وتموت فإذا ما زلت تؤمن بفكرة يعني أنت لست مجرد مادة وأنا أعتقد أن أي ملحد لوضع أمام هذا الاختبار ربما سيرفض أو على الأقل سيقول لك أنا لا أدري لأن الملحد الإيجابي كما يسمى الملحد الصلب الملحد المقتنع تماما بعدم وجود روح نهائيا هذا نادر جدا لم يكن أصلا غير موجود غالبا الملحد حتى أكثر الملحدين عنادا متشككون شكوكيون يعني من أصحاب مذهب الشك يعني هو أقرب إلى اللا أدرية ولكن لم يصل إلى جواب نهائي ليقول لك فعلا الإله غير موجود وأنا أجزم أنه ما في روح هذا إن لم يكن مستحيل فهو نادر جدا تتحدث أيضا عن الطراب تعدد الشخصية والذي أصبح يسمى في علم النفس بالطراب انفصال الهوية هذا معروف وفيه أفلام كثيرة إنه إنسان يشعر بأنه فيه أكثر من نفس وفي كل يوم مثلا تراه شخصية مختلفة هذا مرصود في علم النفس ويحاولون علاجه أنا لا أستبعد أن الكثير إن لم يكن كل هؤلاء هم ضحايا لتلبس الجن ونحن تحدثنا في هذه القناة عن تلبس الجن وعن السحر وهذه الأمور ما نريد العودة إلى ذلك سيجد شرحنا لهذه القضايا في أكثر من حلقة طبعا هي بما أنها يعني مادية فتعتبر هذا أصلا غير موجود ولا تتحدث عنه نائيا ولكن تقول أنه كان هناك نظريات أو محاولات لاستدعاء الأرواح وخصوصا في العصر الفكتوري وحتى أيضا بداية القرن التاسع عشر هذا كان منتشر كثيرا وحاول البعض أيضا أن نفسر فيها ظاهرة التنويم المغناطيسي والذي هو التنويم الإيحائي باعتبار أن هناك شيء مغناطيسي موجود في هذه الأجساد وهو الأرواح يعني هي التي يتم استحطارها والتأثير عليها وهي التي تتصرف عندما يكون الإنسان خاضعا للتنويم لكن هي تقول في النهاية ما زلنا لا نعرف إن كان التنويم الإيحائي يتضمن حالة خاصة من الوعي أو يمكن الجزم بأنه يقسم الوعي أم لا وهذه أيضا نقطة لم تحل في علم النفس حتى عندما تحدث وليام جيمس في كتابه مبادئ علم النفس عن هذه الأمور كان يرفض ما سماه نظرية الروح جيمس كان ماديا طبعا مؤسس البراغماتية كما قلنا ولكنه رفض أيضا النظرية العكسية التي ترى أن الذات مجرد خيال لا شيء أكثر من الكيان الخيالي الذي يوحي به الضمير ضمير أنا وهو الضمير الفاعل طيب هل هنا يحل المشكلة ويقول التفكير هو نفسه الشخص المفكر طبعا ما زلنا هنا ندور في فلك المادية وأرى أنه جيمس ما زال أيضا حائرا هو كان يرفض نظرية الحزمة بمعنى أنه يجب أن يكون هنا رافضا للمادية وكان يؤمن بقوة الإرادة وبوجود قوة روحية شخصية طيب لماذا لا نقول هناك روح إذن؟ هو لا يتحدث عن ثنائية كما يبدو وفي نفس الوقت ليس ماديا بشكل مطلق أو بشكل علني فما هو التفسير للوعي إذن؟ هنا نعود مرة أخرى أيضا إلى دينت أحد فرسان الإلحاد كما قلنا الذي رفض المسرح الديكارتي ورفض أن يكون هناك مشاهد وشاهد العرض كما وصفناه مع ذلك يقول الذات شيء يحتاج إلى تفسير لكنه غير موجود بالطريقة التي يوجد بها أي شيء مادي هو ملحد مادي عنيد ومع ذلك لا يعتبر أن الذات المادية توصف كما يوصف أي شيء مادي حتى لو كان عملية دماغية طيب ما هو إذن؟ يقول هو مثل مركز الجاذبية في الفيزياء هو تعبير تجريدي مفيد فإذن أطلق على تلك الذات اسم مركز الجاذبية السردي يعني بالنهاية يعتبر أن الذات عبارة عن خدعة لغوية طيب هل هو يفسر ما هي؟ هل يفسر كيف أعي ذاتي؟ طبعا لا في المادية لا تحل هذه الإشكاليات نهائيا لذلك تقول المؤلف أيضا وهي مادية مرة أخرى تقول يبدو أن أمامنا بعض الاختيارات الصعبة عند النظر إلى ذاتنا الغالية يمكن أن نتشبث بالطريقة التي تبدو بها لنا ونفترض أن هناك ذاتا أو روحا دائما حتى لو كان هذا لا يمكن أن يحدث ويؤدي إلى مشكلات فلسفية عميقة يعني هي نفسها تعترف أن القضية لن تحل من داخل النظرة المادية في الفصل التالي تتحدث المؤلفة عن الإرادة الواعية وهنا استشهاد بتجربة لبت وأنا شرحتها في حلقة العباقرة لما راجعت برنامج العباقرة لستيفن هوكينغ وهي تجربة أجريت في عام 1985 ومن أول ما ظهرت كان هناك جدل ورد كبير عليها ومع ذلك هوكينغ قبل أن يموت حاول أن يدفع عنها يدافع عن الإلحاد ويعتبر أنه الإنسان مسير لا مخير وهذا من العجيب فعلا أن يؤمن به عالم بهذا المستوى حتى لا نعيد شرح التجربة يمكن أن تعود إلى الحلقة التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع ولكن الرد على هذه التجربة أو على محاولة تفسيرها أن الإشارات العصبية التي رصدت قبل أن يتخذ الإنسان قرار الواعي بأن يضغط على الزر هي تفاعل الدماغ قبل أن يتحرك والفارق بينهما كان بخمس الثانية فهناك وعي وقرار إرادي من الإنسان بأنه سيضغط على الزر ظهرت آثاره في الدماغ قبل خمس ثانية من الوقت الذي ظهر فيه للإنسان أنه الآن سيضغط على الزر وليس سيضغط فعلا ولكن ظهر له أنه سيفعل ذلك وتستشهد هنا المؤلف أيضا ببعض الردود على هذه التجربة بقولهم أن نتائج لا يمكن تعميمها لأنواع الأفعال المهمة بالنسبة للإرادة الحرة فكان بإمكان المشاركين اختيار وقت قيامهم بالفعل فقط ولكن ليس نوعية الفعل الذي سيقومون به فحركة بسيطة للإصبع حتى يضغط على الزر لا تقارن بفعل معقد مثل النهوض من السرير أو قراءة كتاب حتى لا نقول أن الإنسان لا يوجد أي حرية إرادة حتى لاتخاذ قرارات مصيرية في حياته بما فيها الإيمان أو الكفر لذلك هذه التجربة لا تثبت أبدا عدم وجود نوع الإرادة الحرة المهم في الفصل التالي تشرح حالات الوعي المتغيرة التي تحدث في حالة الهديان عند الحمى مثلا أو عندما يكون الإنسان تحت البنج أو التخدير وأيضا عندما يتناول بعض المخدرات أو حتى عندما يكون في حالة روحية في حالة النيرفانا والفناء عند المتصوف وإلى آخره تتحدث أيضا عن الكابوس أو الجاثوم عندما يشعر البعض بوجود كيان على صدره وأنا سبق أن شرحت أيضا في كتاب مستقبل الخوف في فصل الخوف من الشيطان عن عدة مشاهدات حتى من قبل غير مسلمين رأوا بأعيونهم وجود هذه الكائنات وبعضها كان يزورهم في غرف النوم قبل أن ينام أصلا أو يستيقظ من نومه وقد خرج من حالة الحلم وما زال يرى هذه الكائنات على هيئة قط أو على هيئة رجل إما يجلس على صدره أو في مكان آخر في الغرفة وبعضهم يرى هو يتفاعل وبعضهم في حالة اغتصاد والمثال الأهم لذلك فيلم اسمه نايتمير استشهدت به في كتابي فيلم وثائقي حصل على عدة جوائز ومؤلفه وكل من ظهر في الفيلم غير مسلمين ولكن قال أحد الضيوف يؤمن فعلا بوجود كائنات روحية بعد أن خاض هذه التجربة بنفسه وأحدهم قال هناك ديمونز شياطين وحتى عندما نقول أن البعض يرى هذه الأشياء أو شيء مشابه لها عندما يتناول العقاقير المخدرة مثل LSD الذي انتشر في الستينات فهذا أيضا يؤكد أن الإنسان عندما يدخل في حالة وعي متغيرة يدخل في عالم روحي مختلف وغالبا هنا سيرى الجن سواء كانوا مؤمنين أو شياطين أو أي شيء آخر وبعض من تحدثوا إلي عن تجربتهم عندما كانوا يتعطوا المخدرات قبل توبتهم أكدوا لي رأوا عالم الجن أيضا ورأوا عوائل من الجن وليس شياطين تريد أن تؤذيهم مثلا بل دخل في عالم روحاني آخر ورأى فيه هذه المشاهدات وأيضا سمعت عن حالات ومنهم بعض الأصدقاء الذين كانوا في مرحلة التخدير قبل العملية رأوا عالم مختلف أيضا ليس بالضرورة أن يخوض تجربة قبل الموت مثلا والتي تحدثت عنها المؤلفة وسبقا تحدثنا عنها في حلقة وخصص على هذا الموضوع فإما أن يرى عالم الجن مثلا أو يقترب منها أو الشيء يشابهها أو بمجرد دخوله لهذا العالم ربما الشياطين تمثل له شيئا أو هي تتمثل له مثلا سمعنا وكما تقول المؤلفة أن المسيح يرى المسيح مثلا التي يعبدها في تجربة الاختراب من الموت قبل أن يعود إلى الحياة فهل هذا يعني أنه وهم كما هي تفترض؟ أنا أقول لا ليس بالضرورة إذا كان هو خاضعا للشياطين طيلة حياته لأنه ضال فبمجرد دخوله في هذا العالم لم لا تستهويه الشياطين في هذه المرحلة وتثبته على الكفر الذي عاش فيه فيتجسد له الشيطان على هيئة المسيح ويقول له نعم أنا المسيح وأنت الآن ما زلت على الحق واستمر على ما أنت عليه حتى تموت فيعني هي محاولة تضليل والله أعلم طبعا المؤلفة تخوض في كل هذه التجارب ولا تجد لها أي تفسير ولا تجد لها أي حل ولكن هي تعتبر كلها عبارة عن نتائج لتفاعلات تحدث في الدماغ ولكن هذا أيضا لا يحلل المشكلة تقول أيضا في وظيفة الوعي ومحاولة تفسيرها للوعي لابد أن يكون له وظيفة تطورية لاحظ لابد لأنه بالنسبة لهم التطور هو كما تقول أفضل نظرية توصل إليها أحد في العالم التطور الذي نعتبره خرافة بالنسبة لهم هو أفضل شيء في التاريخ كله فإذا تقول هل الوعي شكل من أشكال التكيف؟ هذا يعني أن البشر ربما تطوروا دون أن يكون لديهم وعي الوعي شيء إضافي اختياري ولكن نقول مرة أخرى هذا السؤال من عندي ما هي الضرورة للوعي هنا؟ ما في له أي ضرورة ولا أي وظيفة للنجاة والخلاص والتكاثر والاستمرار الحياة فعندما سنتحدث الآن عن الحيوانات الحيوانات ما عندنا أي دليل على أنها وعية ومع ذلك يتتكاثر وما زالت حية وبحسب مفهومهم ما زالت تتطور تقول هنا ربما يفكر على هذا النحو غالبية العلماء الماديين يفترضون أنه بطريقة أو بأخرى عندما يتم تفسير كل تلك القدرات سنفهم في النهاية الوعي ولكن هذا اليوم بعيدا جدا هذا كلامها هي فلا توجد حتى الآن نظرية مقنعة تفسر السبب وراء امتلاكنا لأي من تلك القدرات يعطينا حياة عقلية واعية بمعنى تطورنا نحن من كائناة غير واعية إلى واعية لا يتضمن أي تفسير لحصولنا على الوعي وطبعا لحصولنا على الأخلاق وحصولنا على هذه الفلسفة وحصولها هي أيضا على قدرتها على تأليف هذا الكتاب لذلك المؤلفة تنهي الكتاب بقولها الوعي عبارة عن وهم كبير ينشأ عبر طرح أسئلة مثل هل أنا واعي الآن أو ما الذي أنا واعي به الآن في لحظة السؤال يتم اختلاق إجابة في المرة التالية التي تسأل فيها مثل هذه الأسئلة تكون هناك ذات جديدة وعالم جديد يتم اختلاقه كلام فلسفي طبعا ما لأي نتيجة ولكن هنا سؤال مهم هل يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تكون واعية هذا سؤال لغز آخر له تاريخ طويل ومتشعب ومعقد وينتهي الكتاب هنا ولا نصل إلى أي إجابة ولذلك سنضع هذا الكتاب الآن جانبا وأعود إلى كتاب مشكلة الشر وبوجود الله للدكتور سامي عامري والذي سبق أن استعرضت وجزءا منه في حلقات سابقة لأتحدث عن جزئية واحدة فقط مررت بها وهي أنه هل الحيوان يعي؟ فعندما تحدث عن ألم الحيوان في قضية مشكلة الشر كان يقول المؤلف استشهادا بعدة نظريات وتجارب علمية على أن الحيوان لا يعي أو لا يشعر بالألم بالطريقة التي نشعر بها نحن وأنا هنا سأتحدث عن خلاصات حتى لا نطيل الشرح فيقول المؤلف يبدو أنه ليس لدى الحيوانات رؤية ذاتية بتجربتها هي لا تعي ذاتها باختصار لذلك نشك في أنها قادر على أن تحمل إحساسا وعيا بنفسها غير متقطع عبر مدى حياتها ويقول أيضا تتفق الدراسات الفلسفية لظاهرة الوعي أن طبيعة الوعي في الكائنات الحية ليست على شكل واحد وإنما هناك عدة مفاهيم ودرجات للوعي يستشد هنا بأن المرضى عندما أجريت لهم عمليات جراحية على القشرة المخية ما زالوا يشعرون بالألم عندما يتعرضون لأي مؤثرات ولكنهم توقفوا عن الشعور بأنه شيء بغيض بمعنى أن مفهومنا للألم مع أننا ما زلنا نحس به لكن المفهوم نفسه تغير يقول أيضا الحيوانات لا تملك القدر على مراكمة تجربتها مع الألم لأنها لا تفكر في معاناتها طبيعة النسيان فيها تحميها من معانات تراكم تجربة الماضي مع الحاضر في حين أن تجربة الإنسان ليست مجرد استرجاع للألم الماضي بل هي أكبر من ذلك فالإنسان يقارن بين آلامه ويراكمها ويكون من خلالها تجربة وفهم للمستقبل أما الحيوان فليس لديه تصور عن الزمن لا يستوعب الماضي ولا يعتبر المستقبل مما يجعله غير مثقل بآلام الماضي وخوف المستقبل عندما يعيش لحظة الآن الموجعة فإذا بالنتيجة نحن لا ننكر إحساس الحيوان بالألم ولكن نوضح أنه يفتقد الوعي الزمني التراكمي مما يجعل إحساس بالألم مختلف وأدنى بكثير من الإنسان وبالنتيجة يجب أن يلحق الألم بالوعي لا بالشعور فعندما يتعرض الحيوان للذبح مثلا وهذا كنا نقوله عندما نتحدث عن النباتيين في مقابل تبريرنا للذبح الشرعي الذي يقلل الألم إلى أدنى حد فهنا إحساس هذا الحيوان بالألم مختلف تماما عن إحساسنا وليست الحركات الانتفاضية التي تحدث عند ذبحه تؤدي بالضرورة إلى فهمنا لأنه يشعر بالألم بنفس الطريقة التي نشعر بها نحن هذه فقط جزئية أحببت التحدث عنها في سياق الحديث عن وعي الحيوان لأنه مختلف عن وعينا في جزئية الألم على الأقل أنا أردت أن نتحدث عن هذا الكتاب لنفهم أن الوعي ما زال قضية أشكالية لا يمكن في رأيي حله بعد استعراضنا لهذا الكتاب إلا من خلال الثنائية سواء كانت على طريقة ديكارت أو على الطريقة التي نشرحها بتفصيل أكبر وهي وجود الروح وبغض النظر عن المسميات فهناك ذات واعية مختلفة عن هذا الجسد الدماغ وسيلة للتفكير وللإحساس ولكن الوعي نفسه مختلف وإذا كان هذا الدماغ معطلا بحالة جنون مثلا فهناك درجات مختلفة من الوعي نحن لا نستطيع أن نفهم ما الذي يفهمه المجنون وكيف يفكر ولكن نعلم على الأقل أن وعيه لأشياء أخرى مختلف عن وعينا وأقل بكثير وعندما تنفصل هذه الروح عن هذا الجسد المحدد والمقيد والذي قد يتعرض لأمراض ولحالات خاصة كالجنون كما قلنا فالوعي أيضا يتحدد بهذه الحدود وبهذه الحالات وعندما تنفصل هذه الروح عن الجسد سيزداد أيضا وعيها ونذكر هنا قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال بعض المفسرين المقصود هنا هو الميت يكشف عنه الحجاب فيرى أكثر مما كان يراه في الدنيا والذي يرى هنا هو الروح وليس الجسد وأيضا أستشهد هنا بما ذكرته في حلقة الاقتراب من الموت نقلا عن روايات متعددة حتى من بعض المسلمين أن أرواحهم كانت ترتفع وكانوا يرون ويسمعون ما لا يدركه الجسد لأن أرواحهم انتقلت إلى مكان آخر وأبصرت وسمعت أشياء كانت تحدث فعلا في أماكن مختلفة فالعين والأذن الحقيقيتين هنا لا تدركان هذه التفاصيل لذلك الروح تعي لوحدها ويمكنها أيضا أن تتذكر وعندما تعود إلى الجسد تعود بذاكرتها هذه الإضافية الآن هل الآلات واعية؟ هذا سؤال سأتحدث عنه لاحقا إن شاء الله عندما نتحدث عن الذكاء الصناعي وهذه إشكالية ستكون أيضا أكبر لدى الملحدين هل الجهاز الذي يستطيع أن ينمي قدراته بالتعلم الذاتي في الذكاء الصناعي هل سيستطيع أن يكون واعيا في النهاية؟ بمعنى هل الروبوت المتقدم الذي لم يصنع بعد سيكون واعيا لذاته؟ هذه هي الإشكالية وأنا سأقول الآن باختصار وسنتحدث بالتفصيل لاحقا إن شاء الله هذه الآلات لن تعي ذاتها نهائيا ولن تشكل علينا خطرا من هذا المنطلق ولكن نعم هناك خطر سنبقى خائفي منه ولكن مهما كانت خطيرة لن تعي ذاتها ستطرح أسئلة ربما من خلال تقليدها لأسئلتنا ولكن بما أن الفلاسفة كما استعرضنا الآن لهذا الكتاب لم يستطيع أن يفهم ما هو وعي الإنسان بكل ما فيه من تعقيد وبكل ما وصل إليه من تطور بين قوسين فكيف سيفترض الملحد المادي إذن أن لدى الروبوت المتقدم وعي لذاته سيبقى الوعي لغزا لديهم عند الإنسان ولغزا أكبر أيضا عند الآلة وسنفصل هذا لاحقا إن شاء الله شكرا لإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله